اهتمام أممي ملفت بميناء المخى خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الخميس الماضي التي عقدت للتباحث حول سبل إنهاء الأزمة في اليمن تم التركيز فيها على العوائق التي تمنع زيارة البعثة الأممية للميناء وقد دعا المجلس إلى ضرورة رفع القيود على تحركات الموظفين الأمميين السفيرة الأمريكية التي تدير بلادها أعمال مجلس الأمن لشهر الجاري أدلت بتصريحات عقب انتهاء الجلسة الأممية أكدت على حدوث جلسات استماع إلى إفادات قدمها المبعوث الأممي الخاص باليمن ووكيل الأمين العام لشون الإنسانية ورئيس البعثة الأممية في الحديدة وهي الإفادات التي تحدثت عن قيود مفروضة على أعضاء البعثة الأممية تعيق تحركاتهم في المخى المثير للاستغراب أن ممثلي الدول الأعضاء لم يقدموا أي تفاصيل عن طبيعة تلك القيود التي أعاقت تحركات البعثة الأممية في ميناء المخى كما أنهم لم يحددوا اسم الجهات التي تسيطر على الميناء مع أنها معلومة وتتبع دولة عضوة في تحالف دعم الشرعية كانت الإمارات قد سلمت ميناء المخى بعد تحريره من ميليشيا الحوثي إلى طارق صالح في نهاية إبرير من العام الماضي ولا تزال منطقة المخى التي يقع فيها الميناء ومناطق مجاورة في الساحل الغربي وباب المندب بيد ميليشيا طارق التي ترفض الاعتراف بالشرعية وحاليا تسود تخوفات شعبية في تعز من وجود مخطط إماراتي يرمي لفصل ميناء المخى عن مدينة تعز وقد زادت حجم التخوفات مع صدور مذكرة من النائب العام قد تفضي لفصل المخى قضائيا عن تعز وهو ما جعل مراقبين يحذرون من خطورة الصمت على ما يجري ضد مدينة محاصرة من ميليشيا الحوثي منذ خمس سنوات ترجمة نانسي قنقر